طيب أولى فقراتنا والسماء تنتصر للمبادئ قبلها ما كنت متعود تسألني على الجملة اللي بقولها الزهر ما حشتاكش ولا حاجة ازاي بقى ازاي انه في البداية يعني انا بقول علمنا لماذا انا احب الاهلي اه احنا بحب الاهلي الحاجة كتير العظم طول تاريخه القيم والتقاليده لدوره ورياته لما يمثله معلش انا حريص انه نرجع للنقطة دي لان الحقيقة انا لما شوف انه انا ماشي بسكة اعلاميا حتى في القناة هنا او من خلال هذا البرنامج وانا شاف ان البرامج الاخرى ماشى قريبة جدا من هذا الناه ان احنا خدنا ان احنا اصحاب رسالة للمجتمع ولينا دور دورنا ان نعمق المفهوم الرياضي دورنا ان نكون صدقين مع جماهرنا دورنا ان احنا ندافع بالحق وبالحق فقط عن ندينا وما ينالوا من افتراءات وتجاوزات دورنا ان احنا نعرف الناس بالاهلي وتاريخه ونشأته ومصادر الزهوة والفخار فهو ده لماذا نحب الاهلي وعندما وضعنا صدر ابرهيم دعني اتقف امام جملة بتاخدنا في سياق قد يكون مش مفيد اول للنادي الاهلي الاهلي فوق الجهة اه طبعا انا هتكلم بصراحة وعايز الناس خصوصا ولادنا اللي بيسمعونا يستحملوني يعني مئة تاني وثالث وعاشر انا مش عايز حاجة مش عايز حاجة خلاص يعني انا ما عنديش وقت اعوز حاجة ربنا يديك الصحة بصراحة بصراحة النظر ربنا ادينا الصحة كلنا رب لكن خلاص انا حققت اللي انا اتمنى والتصقت بالنادي اللي بحبه ولم اعمل في معظم حياتي غير في تحقيق اهدافه يعني كرس نفسي لهذا الامر فمش عايز حاجة انا بقول كده من خوفي عن نادي الاهلي وانا لما كنت بقول الاهلي واخترق جماعة واخترته ايه كان بيترد علي من المسؤولين وقتها وايه يعني والاهلوية عملونا ايه ده ناس محترفة ان يكون زي ما كان مالي ليه الدعوة بأداءه النهاردة احنا بندفع تامن دي وحنرجع لها في الفخرة بتاعتها بندفع وحقول لك كيف وصل الاختراق الى اعمق من اللي احنا شايفينه ده لكن انا بتكلم لحنا لما تصد لما تقيلت الاهلي فوق الجميع انا حكيتها لكن ححكيها تاني كنا 17 واحد مع الكابتن صالح عايزين منهم عشرة في انتخابات 92 92 اه وكلهم اسماء تخض 17 واحد ما فيش حد فيه وما تتمناش ان يكون عدوا مجلس ادهار طب هنعمل ايه فالكابتن صالح سأل فانا يعني كان عندي رأي ان احنا نقدم له 17 تنازل وهو يختار مننا عشرة اه يقطع التنازل بتاعهم ويقدم السبعة التانية فاتقدم له 16 تنازل فالكابتن صالح قال لي يا 17 تنازل لكن لو واحد بس شايف انه هو من حقه ينزل ومش هيلتزم يبدا حق البقي يبدا حق البقيين ولا يخذ شيء بسيف الحياة يعني مش عشان يتوا محرجين مني ام محرجين لا يبقى كلكوا تنزلوا بس تساعدوا بعض وخليني على قلب رجل واحد فالكابتن عمانك رحمة الله علي كان موجود فقلت له محنزل كلنا تحتشعر الاهلي فوق الجميع جميعنا جميعنا وكان أثناء الانتخابات الناس يسأل ايه قلت له جميعنا ما تاخدوناش في أبعض من هذا فضل لتطور الأمر نردع ان الاهلي فوق الجميع بتستخدم في خارج سياقها فبتعملك بتعملك بعض مناطق الحساسية مع الآخرين احنا مش اعلى من حد احنا اعلى من نفسنا اعلى من زميلنا امام الأهلي كلنا في الأهلي أصغر من هذا مصلحة الأهلي لدى أبنائه فوق كل الاعتبارات فوق كل الاعتبارات اه فأرجوكو خلونا في هذا الإطار ما تاخدوش الدنيا في سكة تانية لان بدأت تستخدم حتى في التعالي بيننا وبين بعض على بعض انا بشوف اشتباكات وكل وقت هتطلق الأهلي فوق الجميع لكن لا يطبق هذا الأمر لانه بيطبقوا على غيره احنا بدأنا جزء مننا تعالى على جزء مننا بدأنا نتعالى على بعض المسؤولين عندنا ما انتش داري بال بال مثلا مثلا يعني قريبت وانا هناك واحد سأقادي وكلمني ايه الطباطق دا واللعيب الهندبول بتاع النادي الشمس لا ما فيش طباطق على حاجة وعندي المستند ان احنا خلصنا فعلا مع نادي الشمس اهو الجواب ها الجواب موجود يعني اذا كان موجود حطولنا على الشاشة اهو الجواب الوارد من نادي الشمس للنادي الأهلي انه خلص اهو فيه تاريخ 16 8 اه 8 اه ما كانتش البطولة خلصت لسه اي اه اه ودي طبعا دي نتيجة شغل قابليها شهر او شهر ونص اه قابل السفر كمان اي احنا مش اكتشفناه بكاس العالم اه لكن لوائح الاتحاد زي الفيتو بتاع كاس بتاع الامم المتحدة اما تيجي تشرح عضيتك بمتهى الموضوعية وبالادلة وتاخد قرار ضد الجريمة التي ارتكبت في حقك اه وبعدين يجي لك دولة من عندها لحق الفيتو تاخد فيتو تعتار هدت لهم صاحب الحق انه ما قدرش ياخده ابدا هديه نصوص اتحاد كرة اليد حط لنفسه وحصا وانتزع حق انه هو الوحيد اللي يقدرين اللعبه يقول اللعب دا يروح فين اللعب دا يروح فين بس بالصدفة بيروحوا كلهم نادي الزمال لكن هو بيستند الى حق يمارسه ولما طالع الاستاذ قسامة ابو زيد قال هذا الكلام رئيس نادي الشمس ها قال لك احنا اتفانع مع الاهلي والاكتحاد الكرة كرة اليد كرة اليد له رأي اخر وفعلا بعد البطولة استطاعوا انه هم الجهاز الفني يقعد مع اللعب ومصلحتك تروح زمالك وخلاص مفيش هنا لضعف من نادي الاهلي ولا فيه هنا بطء من نادي الاهلي ولا فيه حاجة فيه امر اذا كان يطبق بعدالة كان حيبقى في صالح اللعبة مؤكد لكن حتى في هذا المثال انت خدت لعيب حطيته في نادي عنده اتنين دوليين منهم ابن الرئيس الاتحاد طب هنقعد بقى نعمق يعني نتكلم في ايه ونقول ايه خلاص المسألة واضحة لخاصها رئيس نادي الشمس انا بقول لي كده عشان الناس بتستخدم احيانا مصطلحات بتأذي بيها ناديها اللي بتحبه يا جماعة كفاية على الاهلي الهجوم الخارجي كفاية على الاهلي محاولة الانقضاد على تاريخه كفاية على الاهلي محاولة شده الى الخلف من عوامل خارجه خلينا كلنا نصطف مش من باب الشياكة ان احنا نقول لا احنا من حقنا نقطة طبعا من حقك تنقض تعال انقضني في بيتي تعال روح قابل المسؤولين قلهم رأيك زمان تعاية لكن خلينا لان ده بيستخدم ضدك ده بيجرق على الناس اللي بتتجاوز في حقك يقولك ده جمهوره مش واقف معاه ده حتى جمهوره بيعمل كذا ده حتى جمهوره بيقول كذا لا فبياخدوا من كلامنا هو ده اللي بيقولك كيف نحب الاهل احنا لما جينا استاذ ابراهيم معلش ديني ديئتين كمان في الموضوع ده نعمل قناة الاهل في التمهيد بتاع القناة حطينا اهدافها حطينا اهداف نشر جمهوره الاهل نشر ثقافة الفوز والهزيمة والروح الرياضية والسلوك الرياضي التعريف بتاريخ النادي الاهلي الحفاظة والدفاع عن حقوق الاهلي بالحق وليس بالبطن وبالمستندات الارتقاء بلغة الحوار وحشان كده لما جينا حطينا كل كلمة قلناها كان لها سبب معانا ما تخافش على الاهلي خلافنا مع المكتوب وليس الكاتب وبشكل احنا هنتحمل التجاوز في شخصنا ومش هنرد على هذا التجاوز ولكن هنرد على ما يتعرض لها النادي الاهلي فالنهار ده لما ييجي وسائل اعلام مضادة بتفسح لنفسها المجال من خلال عدد معين بالساعات او حتى في قناة موازية مش عايزين نستدرج ان احنا نبقى رد فاعل ليه لان هو منشغل بيك طب هو منشغل بيك ليه ما سألتش نفسك هو ليه ما بيتكلمش غير على الاهلي كل يوم كل يوم بتكلم عن النادي الاهلي لان يا أستاذ فراهيم الفشل هو اللي بيعمل الغل والغل اللي بيعمل التجاوز وحيانا الطغيان وحيانا الافتراء هو انا لما اكسب بطولة واشتم في رئيس النادي الاهلي هو ليه سبب ولا منطق هو الرئيس النادي الاهلي لما يكرر من هيئات بعضها عالمي وبعضها محلي هو دي حاجة تخليني اطلع اشتمه ما فيش ما تفخر بناديك زي ما انت عاد لكن طب جرد البرنامج ده من الهجوم على النادي الاهلي جرده يعني انا عايز ادلهم نصيحة انشغلوا مفسوكوا لمدة شهر تعالوا نتقابل ما تجيبوش سرط الاهلي ولا رموزه ولو جينا سرط سرطكو في حاجة ردوا علينا جرمت ونشوف كل واحد يشوف يقيس بقى نجحاته نجحاتك تصرفاتك الاحترام بتكسبه تصرفاتك استاذ براهيم تصرفاتك هي يعني ما تقولش كرمتي كرمتك تصرفاتك لما واحد يشتمني هو ما اهنيش لوش اتمتو انا اهنت نفسي ده كلام وعناوين ممكن نرجع لها بعدين في تفاصيل بس عشان ما داعش الحلقة ترجمة نانسي قنقر